اهلا وسهلا بحضراتكم من يومين كده في العيادة برضو جالي بنوتا عندها 18 سنة بتشتكب ان هي مش شايفة بالعين اليمين العين الشمال برضو مزغللة شوية بس هي مش شايفة كويس خالص بالعين اليمين نفحص العين كده هي عندها حساسية مزمنة كان بتعالج من حساسية بقالها فترة كبيرة المشكلة ان هي استمرت على قطرة تحتوي على كورتيزون قوي استمرت على هذه القطرة فترة زمانية طويلة فأما بعد اسأل واستفسر لأ دي كانت بتحط منها كميات كمان كبيرة في العين فالمفاجأة ان انا ما بفحص العين لا لأ لأ لقيت العصب البصري في الناحية اليمين يعني متأكل تماما وكذلك العين الشمال برضو جزئيا متأكل برضو يعني العين الشمال رايحة في السكة مع العين اليمين برضو فطبعا حضراتكم عارفين اللي يخفى عليكم ان اللي بيروح من العصب ما بيرجعش تاني والسبب طبعا هو ارتفاع ضغط العين بشكل باشع يعني كان 40 في حين ان الطبيعي ان الضغط العين في سنها دوت في حدود العشرة 15 فال40 دوت طبعا ضغط على العصب بشدة وادى الى تآكل في الناحية اليمين عن الناحية الشمال والسبب هو الاستمرارية في اخذ اطارات الكورتيزون بشكل مكسف وعلى فترة زمنية طويلة هي راحت وكشفت فاتكتب لها اطرة الكورتيزون المفروض ان احنا استخدام اطرة الكورتيزون لابد ان يكون تحت اشراف الدكتور المعالج في تلت تلت اقسام من البشر يعني عندنا تلت يعني ما بتتأثرش باطرة الكورتيزون ضغط عينه ما بيرتفعش في تلت التاني ضغط عينه بيرتفع وقفت الاطرة خلاص يرجع طبيعي في تلت التالت يرتفع وبعد ما الاطرة طوف لا ينخفت خالص كمان فمشكلة يعني انا شايف بنت عندها 18 سنة لسه في مقتبل حياتها مهددة بالعامة بسبب الاستخدام المفرط الغير مبرر لاطرة الكورتيزون يعني اتمنى ان مثلا يبقى صرفها برشدة الطبيب وبرضو ده مش كفاية يعني هو بس عايز ان نعرف ان الموضوع فعلا مهم وخطير ممكن يؤدي الى العامة وانا شوفنا مثلا في الفترة الاخيرة عدد مش قليل خالص من الشباب عشرينات اه انا بقى الكورتيزون ده اسمه السحر القاتل انت بتحط الاطرة بتستريح والحساسية اعرضها بتتراجع لكن اه بيعمل كوارث الشباب اللي 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 تعبوا جدا من اطرات الكورتيزون دول ودخلوا في ميا زرق او عملوا عملات ميا زرق او عملتنا هم عملات ميا بيضة اه بوجه الرسالة دي ان محدش يستخدم اطرة الكورتيزون الا تحت اشراف طبي ويسيبكوا بقى من موضوع ده اصل اه العيانين دلوقتي اللي هما الشباب خاصة لسنة الشباب بيقولك ايه هجوجل ايت وخش على جوجل وعالج نفسي ما فيش الكلام ده يا جماعة العلاج والطب تحت اشراف طبيب بيعالجك وبيكشف عليك وما بتزعل دي حاجة ما تزعلش وبشكر حضرات